مرحبا يا أصدقائي، مرحبا أن تتعرفكم. هذا هو السابق الثالثة وأنا أتمنى أنكم تستمتعوننا ونحن تفعله جيدا، حسنا؟ وكل شيء سيكون جيدا حسناً، أولاً، أتكلمنا قبل كده عن التقريبات، 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 التقريبات اتكلمنا على حاجات كتيرة قوي في صفحة من حرمين تلاتاشر لحد صفحة مسلاً آآ المسئوليات الوظيفية كده لحد آخر الفقرة صفحة خمسة وعشرين. آآ جينا بعد كده بقى اخدنا عن دلوقتي مش عارفة هناخد فيها ولا لأ بس المحاضرة بتاعت النهاردة تقريباً هيبقى فيها جزء آآ نظري كبير آآ جزء نظري على وغالباً هيكون في الكتاب عندي آآ صفحة آآ هشوفه لكم دلوقتي بعد المية وتلاتين بعد المية وستين قصدي. اهو هيبقى صفحة مية واحد وستين. تمام? آآ آآ ما عندكوش الكتب بتاعتكم بس ده ما منعش ان احنا آآ معانا الكتاب لما نتجمع ان شاء الله في اي محاضرة انتم تحددوها آآ هنبقى مع بعض هنصور الاجزاء اللي انتم محتاجينها ان شاء الله فاحنا عندنا هنا طبعاً احنا لما نكون بنشتغل في مجال من المجالات اللي عندنا بيبقى فيه اكيد يعني مراسلات تجارية مراسلات للبيزنس مراسلات اللي هي بتبقى آآ 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 فايه بقى اللي احنا بنحتاجه آآ يعني في هنشوف بقى هنقرأها وبعدين هنشوف بقية الحاجات لان احنا ما شاء الله عندنا جزء كبير جداً 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 في المحاضرة بتاعت النهاردة لحد الوحدة اربعتاشر اللي فيها آآ ده مهم جداً ده محط الامتحان يعني الامتحان معظم معظم بامتحان هيبقى من الجزء اللي هي بتاع المحاضرة دي. تمام? طيب. نيجي بقى على عايزين نعرف احنا اي حاجة عندنا لازم نعمل لها لازم نعمل لها تفسير لازم نعمل لها هوية تمام? نيجي على اللي هي المراسلات هي عبارة عن ايه المراسلات هي عبارة عن خطابات تجارية. طب انا ببعت لنفسي آآ هو بيبعت لنفسه احنا بنبعت لبعد مين بيبعت كل دي حاجات هتبقى آآ في المحاضرة بتاعة النهاردة. النهاردة هيبقى لازم يكون في تركيز كل وجزء. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت آآ على الآآ ازاي ان احنا بنعمل في ازاي بنعمل في آآ ازاي بنعمل في ازاي بنعمل في ازاي بنعمل في ازاي بنستخدم كلمات في ايه? ازاي تعريفات? ازاي توصيلات? حاجات كتيرة برضو جزئية من المتحان للمتحان خمسين جملة. فطبعا آآ مش هيبقى كله بس المحاضرة بتاعة النهاردة. بس طبعا هناخد جزئيات بسيطة من المحاضرات اللي فاتت بس المحاضرة بتاعة النهاردة اغلبها هيبقى آآ آآ تمام? فان شاء الله ربنا يبرك لنا كده ونعمل نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم دي بقى المحاضرة. اهي. الرابعة المستوى التاني ساعات معتمدة نظم معلومات. آآ بزنس لترز ار فورمال بايبر كومينيكيشن. اول حاجة عندنا ان البزنس لتر هي الخطابات التجارية هي فورمال بايبر اوراق رسمية. كومينيكيشن للتواصل. بتوين بينا. تو or from بزنس and usually sent through the post office or sometimes by courier. بزنس letters are sometimes called snail mail in contrast to email which is faster. كم معلومة قتلنا هنا؟ اولا. اولا التعريف اهو ان البزنس لترز ار فورمال بايبر تمام? بس دي جملة عليها سؤال. بزنس لترز ار فراغ بايبر. او بزنس لتر ار فورمال بايبر فراغ تحط الكومينيكيشن. او فراغ هنا هيبقى تحط الفورمال. تمام? تاني يبقى بزنس لترز ار اي بايبر. نختار من التلاتة هنختار طب بزنس لترز ار فورمال ايه? هل هي هل هي هل هي رسم هل هي آآ كتابة ولا هي الاتصال? يبقى هي الخطابات التجارية هي اوراق رسمية للاتصالات. بين آآ بزنس بزنسز اللي هي الاعمال مش عمل واحد. اعمال انا ممكن ابعد خطاب واحد يعني مسلا انا دلوقتي بنتج مسلا آآ بابعت ل اكتر من عميل بيشتري مني. بابعت له ان انا انتجت المنتج ده بالمواصفات دي. بالسعر ده وبالجودة دي. وبالكمية دي. بيروح هو بقى عشرة خمستاشر واحدة بعته لهم. ده يبقى اسمه ايه? بزنسز. طيب بابعت ساعات بالمكتب البريد. عشان ليه بالناس بتبعت بمكتب البريد. في بعض المكاتبات يجب يجب آآ نعمل لها آآ يعني آآ تأمين يعني بأمن نفسي. يعني انا لما اقول لك انا بعدت لك ايميل يقول لك لأ ما فيش حاجة وصلتني. يفتح يلاقي الايميل وصل. يبقى انت كده بتأمن نفسك. آآ تمام? ليه بأمن نفسي عشان لو فيه فيه تأخير. لو فيه فيه آآ اللي هو اللف والحاجات دي والطرود. لو فيه اي حاجة انا ممكن ايه? آآ اتصرف فيها واعملها بايه? بطريقة او باخرى. خلاص? لكن لما يكون في لها ايميل بوست اوفيس آآ آآ ايميل آآ اي حاجة. احنا كده في الحالة دي هديبقى آآ دوكيومنتيت. تمام? طيب كمان مرة ارجع اقول الجزء اللي فوق. آآ بيزنس لترز ار فورمال بيبر كومينيكيشن بتوين تو اور فروم بيزنس ان يوجولي سنت ثرو بوست اوفيس or سمتامز بار كوريير. بزنس لترز. خلاص كوريير. يعني كوريير اللي هو ساعي البريد. يعني مكتب البريد وساعي البريد. بيجي يقول لك ايه هنا بقى? جملة جديدة. عارفين الحلزونة? الحلزونة قد ايه بطيقة? الحلزونة قد ايه بتمشي بالراحة? يبقى في الحالة دي آآ آآ يعرف الزمان زمان الخطابات بان هي لانها على ما تروح من المكتب البريد بتاع للمكتب البريد بتاعي. وعلى ما يجي الكوريير اللي هو ساعي البريد ياخد الاييميل بتاعك او اه سوري بتاعك اللتر بتاعك يخنوا يجيبوا البيت ويلاقيني ما يلاقينيش وعلى ما يلاقيني يبقى كده اسمه حلزونة يما الحلزونة اللي هي البطيقة البطيقة البطيقة. لكن الاييميل بس خلاص كتبته على سكرينة الكمبيوتر على على زرار بس بطن هيبقى على طول للكل. وايه? ويبعت لي انه هو وصل. انا كده بوفر وقت. بوفر مجهود. بامن وصول المعلومة. ايا كانت. معلومة تجارية. معلومة ادارية. معلومة اه اللي هي اللي اللي هي اللي بيعملوها دي لكل سنة. اللي هي المعلومات اللي بيعملوها كل سنة اللي فيها ترقيات والحاجات دي وكده بيبقى فيها كله 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 من خلال الايميل. لانه امان سريع وضمان. امان وضمان. امان للمعلومة وضمان ان الحاجة وسطة الشخص المعني. وكده. تمام? طيب. تاني يبقى كزا يبقى ده سؤال من الاسئلة اللي جاية في متحان wire Enough isật. or caz a paper. هيبقى. elen kings ISật or formal paper. طيب. السؤال تاني. business letters are formal paper. فراغ. يبقى communication. يبقى business letters are formal paper for communication. فيناشي؟ طيب. business letters are sometimes called كذا. snail mail, usual mail, post office mail. هيبقى snail mail. يبقى الحلزوني. يبقى كده هو. طيب يبقى احنا هنقول. خدوا بالكم من الجملة اللي انا هعملها. انا بكون جملة دلوقتي عشان اشوف الفهم بتاعك واستيعاب وقد ايه. انتو هتسمعوا الحاجة لوحدك وتفهموا. سلور ولا فاستر هتختار ايه ولا بيه او سي. سلور فاستر يوزول دين اا ايميل. يبقى البيزنس لتر اللي هي سنين الميل. البيزنس لتر هي سنين الميل هي الايميل. تمام? طيب. لان هي جمع زي ايه ولا فاستر ولا ايميل. يبقى انتو هتختاروا ايه? لان الخطاب اللي بيروح البسطة وبيجي ساعي البريد يجيبه ومش عارب بياخد وقت. لكن الايميل هب نقطة وخلاص. الحاجة بتوصلك بسرعة. ايميل المفروض تتكتب ايه نقطة هنا هو نقطة ايه كده. بس ايميل. خلاص? يبقى احنا عندنا الاسنين الميل هو البيزنس لتر. والايميل هو الاسرع. طب اعكس لك الاية بقى. لو اعكس لك الاية صباح. هقولك دلوقتي. ايميل از كزا? than بزنس لتر. هتبقى فاستر ولا سلور ولا يوجول? عادي ولا ابتق ولا اسرع. بدأنا الجملة بالايميل. يبقى نبدأ بالايميل هتبقى اسرع. نبدأ بالايميل يبقى تمام? السؤالين دول اللي فوق واللي تحت ما بيخلوش امتحان منهم. وممكن يبقوا تلاتة وخصوصا باستخدام السنين الميل. يبقى كزا 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 وسنين الميل هنختار سنين الميل. هنا كزا هتبقى فورمال بيبر. طب بزنس لترز تروحوا مكملين كوميونيكيشن. تروحوا مكملين كوميونيكيشن. كمام? طيب. اه بحنا كده عرفنا الحاجات اللي عندنا. لا اللي هنا اللي هنا اللي يختفت. لو ما فيش طلب عهد بس يختفت من هنا. اوكي? ايه. يبقى عندنا زي ما اتفقنا هنا اه الا 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 بيتعرف على ان suggests خسر دان بيزنس لتر. طب لو بدعنا جملةalls هايبقى سلاور دان اا اا terminar. طيب لو business letter equals two هيبقى snail mail. اظن ان احنا اه خدنا ما يكفي من الوقت في الصفحة دي مهمة فيها تلات اسئلة زي ما اتفقنا. في three questions are related to this paper. الصفحة دي في لها تلات اسئلة. طيب ننقل بقى على انواع الايميل اللي هي سريعة الانواع السريعة. يعني بيركز على الخطابات التجارية. وبعد المرسلات الاخرى بتتضمن ايه? الممو الفاكس الايميل. ده جزء للجزء اللي جاي. بس احنا هنا نعرف انواع يعني بصوا يعني انا مسلا هجيب لك بالامتحان. آآ المراسلات التجارية بتحتوي على. هعمل لكم اتنين واجيب حاجة من برة. هجيب لكم وحاجة تانية غلط. هجيب لكم الايميل وكده. هيبقى ايه ولا بيه ولا سيه. تمام? اممكن العب في السؤال واقول لك آآ دي ليست احد فهجيب الاتنين دول والتالتة هي اللي هتختارها. او هجيب الفاكس والايميل والتالتة هي اللي هتختارها لانها ليست ذات صلة بالمرسلات التجارية. تمام? انا السؤال الصفة آآ ستة رقم ستة. آآ most people هنا السؤال فوق بيقول لك who writes business letter? مين اللي بيكتب الخطابات التجارية? اللي هو من يكتب الخطابات التجارية? يبقى نخش بقى على هنا. most people who have an occupation. الناس اللي هم آآ منصب. have to write business letters. الناس اللي لها مناصب ايه في بيشتغل في التجارة في الصناعة. آآ في الجمارك آآ في المطارات في الحاجات دي كلها. كل دول بيبقى لهم آآ اتجاهات في آآ اهتمامات في كتابة الخطابات التجارية. يبقى السؤال هنا بيقول لنا who write business letters? الاجابة هنا هنقول آآ most people who have an occupation have to write business letter. some write. في ناس بقى بتكتب خطاب في الشهر. آآ خطابين في السمستر او في الترم. وفي ناس بتكتب كل خمستاشر يوم. وفي ناس كل ثلاثة شهور. في ناس تكتب كل يوم. خلاص? some write many letters each day. في ناس بتكتب خطابات كتيرة. هاي? many letters each day. كل يوم بيكتبوا خطابات كتيرة. and others واخرين. وناس تانية. only write a few letters over the course of a career. وممكن واحد يكتب تلات اربع خطابات على مدى وظيفته المهنية. او على مدى يعني شوف ناس بتكتب قد ايه كل يوم? وناس بتكتب كام? قليلين قد ايه في السنة? او في الترم او في الكارير في المجال المهني. رجال الاعمال بقى. احنا بنقول بزنس مان رجل اعمال بزنس رجال او الناس رجال الاعمال. دايما بيشوفوا البسطة. احنا دايما بنتفرج على التليفزيون. يقول لك اه احنا هنعرض البسطة على سيادة المدير. البسطة دي هي خطابات تجارية. خطابات تجارية. اه جلنا عرض من كذا. جلنا تأجيل من كذا. جلنا موافقة من جهة كذا. جلنا آآ غرامة من ناحية فلانية. جلنا وجلنا وجلنا. كل دي خطابات تجارية. بتتعرض on daily purpose. او on daily basic. يعني كل يوم بيتم عرض الخطابات دي بصفة يومية. بصفة يومية. letters are written from a person او group known in a business as a recipient. ها? to a sender. بصوا بعض. here are some examples of a sender and recipient. دلوقت يا ولاد احنا عندنا كلمة sender and recipient دي. اهي sender and recipient. الخطابات بصوا اه بالمعلومة كده بال يعني بال بال آ آ آ اكشوال كده يعني مثلا بقولك. انا هبعط لrisk خطاب. انا هبعط خطاب لمين? لحضرتك. طيب انا هرد عليكي. انت هترد على مين? علي. اذا انا كمرسل و واحد كمستقبل. انا المرسل انا اللي كتبت الخطاب وانا اللي طلب الطلب في الخطاب. انت انت اللي هتستقبل الخطاب وانت اللي هترد على الطلبات اللي انا عايزاها. تمام? يبقى احنا هنا sender and respond. يبقى ناخد بالنا. ال business letters may happen on daily basic. نعمل دي. وممكن تبقى few letters a career. اهو. يبقى احنا كده عندنا الخطابات يا اما بتتكتب على طول يا اما بتتكتبت يوميا يا اما كده. طب الخطابات هتبقى بين مين ومين? هتبقى بين. يبقى لازم اه اجيب لك جمل خمسة وعشرين جملة صحة وخطأ. هقول لك. آآ business letters are between sender and sender? recipient and recipient? ولا recipient and sender? ها? لو فكرنا يبقى الخطاب التجاري هو مرسل ومستقبل. او مرسل ايه يعني? تمام? يبقى احنا كده زبطنا الدنيا وعرفنا انها sender and recipient. اوكي? فهمته? نسايف دي كده هنا. عشان دي مهمة جدا. اخلق. طيب. نطلع على الصفحة دي عشان. نقول business letters are formal paper. business letters are formal paper communication. تمام? آآ ونعملها هنا سنين. دي الحاجة الاساسية. وهنا عشان كلمة لما تجيلك تقول لي يا دكتور انا ما خدتش سلور. اقول لك انا اديتك فاستر الايميل. يبقى اللي هو مين السنين. يبقى اللي هو مين الخطابات. الخطابات بطيئة عن الايميل. وطبعا دي معلومة يعني آآ كي جي وان يعرفوها. خلاص. يبقى احنا هنا عملنا دي وعملنا دي. وهنا اتفقنا ان احنا عندنا تعريف. business letters are formal paper communication. جالك صح جالك خطأ. جالك ملء الفراغ. ها? هنكتبه. آآ هنيجي هنا هنعرف السنين الميل اللي هو هنعرف الايميل اللي هو سنين الميل او بما ان دي تساوي دي. ازا ندير الايميل ده اسرع من ده. والايميل ده اسرع من ده. هنعايز اشوف الايميل مكتوب عليه. اهو ايميل. خلاص. تمام? نحطها هنا برضو نحفظها بالشكل ده علشان خاطر ايه? الدنيا تبقى معانا واحنا بنعمل مرحلة المراكعة. انواع بقى الخطابات. اهي يعني احنا هنا قلنا آآ الراسل والمرسل اليه. طب اديني مسال على كده. اهو. رجل اعمال رجل اعمال. شركة للشركة. طيب. انا هتديكم كده تلات اربعة دقايق تفكروا في الحاجات اللي هنا عشان تقولولي دي ممكن تكون ايه? دي ممكن تكون ايه? ماشي? اشتركوا في القناة 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 الى شركة او قطاع اعمال من business من قطاع الاعمال الى consumer لو انا مقدمة اه ورق cv خاص بيا وبناس كتير متقدمة في الشركة دي الشركة she is going to look for how it is going to check all the cvs and then they are going to make letters uh our correspondence for us to have a interview. الورق بتقدم الاول بعدين بيشوفوا الانترفيو. وبعد الانترفيو في الشكل وفي اللغة وفي الكله. آآ بيحددوا whether yes or no. آآ اوكي. ممكن تبقى job applicant اللي هو طلب الوظيفة. بقدموا الشركة. يعني هنا الشركة بترد عليه. ممكن هنا انا بقدم طلب job applicant application يعني ليه ممكن من citizen to the governmental official. آآ انا كمواطن عندي بعض concerns 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 يعني بعض التحفظات يعني بعض الحاجات اللي بتبقى آآ سلبية. ببعثها ببعثها الميل. ليه الموظف الرسمي الحكومي. باي الكهرامة بتتقطع مسلا. التليفون الخطة قطعة. آآ الكهرباة قطعت. اللي بتقوم مسلا العمال اللي بيجوا يعملوا الحف ماجوش النهاردة. بتحس ان انت في عندك سبعة الاف طريقة تتكلم بيها. الناس اللي بتهد في بيتها وبتنظف شقتها في اول الشارع بيجويرمو الكسر بتاعهم قدام بتنفب تبعت للجبرمنتل اوفيشيل. يروحوا جايين يشيلوها بيونشي من عندهم. موظف يعني انا هنا دول بيوظفوني ودول متوظفين. فدول بيبعثوا لرؤساء دول. برضو. دول بيبعثوا للموظفين اللي تحت قديهم. انت عضو الفريق الى عضو الفريق. يعني مسلا لو دكتور بيبعث دكتور. لو لعب كورة بيبعث لي لعب كورة في المنبر نفسه. من نفس الفريق. من نفس الفريق. احد اعضاء هذا الفريق. تمام? طيب. نيجي بقى آآ ليه بتتكتب الخطابات التجارية? احنا هنوصل احنا هنربط الصفحة دي بالصفحة اللي قبلها. اهي. آآ مين هم السندر ومنهم الريسيبنت. من الراسل ومن المرسل اليه? ماشي او المتلقي. اهم واحد اتنين تلاتة اربا خمسة ستة. وممكن تيجي في صور تانية كتير. تمام? طيب آآ 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 why do you write business letter? ليه بتكتب الخطابات التجارية? لماذا تكتب الخطابات التجارية? آآ هي بقى هنا اهي تفضلوا. there are many reasons reasons يعني اسباب causes اسباب why you may need to write may مش many why you may meet نشيل الان دي لانها هي مفروض مي مش مني ونعمل آآ save ليها وهي متصلحها عشان لما تجيلنا واحنا بنذاكر نذاكر الحاجة مضبوطة ميبقاش فيها حرف زيادة يبقى why you write business letters ليه بتكتب business letters بقولك there are many causes there are many reasons اسباب كتيرة قوي بتخليني اكتب الخطابات التجارية آآ او مرسلات اخرى يعني هي الخطابات التجارية او مرسلات او الايميل او الفاكس او الحاجات دي كلها كل اللي دي مرسلات في منها ما هو حديث زي الايميل والآآ والمامو والآآ وفي منها القديم زي اللي هي الخطابات اللي من خلال ومن خلال الكوريير ليه ليه بنبعت الخطابات عندنا الاسباب اهي نبص عليها ولو افضل انك انت مسلا تحط آآ تحط ايه تحط آآ نموذج لكل حاجة انت بتقول عليه ها ده في الكتاب صفحة مية واحد وستين واتنين وستين معانا اربع دقايق موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بتظهر بقى في هدية رايحة لهم اي حاجة المهم من الانتاج يبقى في نور الناس كلها شايفاها مش هتقول لي اصطنا البضاعة بتاعتي محترمة اصطنا بستخدم ده ما يمنعش ان في حاجة اسمها تسويق وإلا ما كانوش خلو كامل قسم كامل للتسويق ودي من دواعي نجاح دعاية واعلان وتسويق كل ده مطلوب وانا بسوق حاجة ما عمل لهاش دعاية واعلان او اعمل دعاية واعلان وما سوقش للحاجة لا الكنين بيكملوا بعض خلاص يبقى هنا عندنا وبعدين بقى انا بقى بطلب منهم ان هما مسلا يحضروا التغيير الاجتماع لتغير بطلب منهم يجوا ياخدوا البضاعة اللي بعتها لي لانها جاية كلها مكسرة نفرض ان انا طالب طلبية كبيرة للشوكولات اتفاجئ انا بقى ان الشوكولاتة كلها جاية مكسرة ده شيء طبيعي طبعا لا دي حاجة انا طلبت مثلا فوانيس رمضان صغيرة تيجي في موسم قبل رمضان يلا جد بعد رمضان هعرف بها لا هرجعها فكل دي هعمل لهم ريكوست طلب استرجاع انا هرجع الحاجة لاني انتو تأخرتوا لوقت اللي احنا اتفقنا عليه ها هتعمل ايه كده في الحالة دي على طول هيستبدل الشحنة ويرجعها ويديني الفلوس تمام طيب يبقى احنا عملتنا بنحثهم على الشراء والمشاركة عملنا بنعمل دعاية للمنتج بتاعنا اه بنعمل طلب ببعث لهم طلب بأساء طلب شكر طلب اعتزار طلب تأجيل طلب اي حاجة تمام ممكن انه من انواع الخطبات اللي بين اتنين هتبقى دينا هو بشكركم انتو جيتوا في معاتكم الحاجة جات سليمة مش متكثرة الشحنة جات فعلا شكرا على الهدية اللي جاية مسلا انت قلت لي انا هجيب لك اه اه الف قطعة جبت لي عليهم الف وخمسين او الف ومية قلت لي المية دول هدية عشان لو لا قدر الله في اي حاجة غلط في قلب الشحنة هتغير فورا او هتستبدل البيس الوحشة بالبيس الحلوة من المية اتفاجئ ان الالف بتوعك اللي انت باعتهم كلهم كلهم حلوين جدا وكمان عليهم المية فانا اعتبرت ان المية دي كدو تفتكر انت لما تعمل معايا كده انا هتعامل معاك واكمل ولا لا طيب نيجي على اه يعني الوقتي اه احنا شركة متعسرة عندنا اه بعض المشاكل المالية ومش قادرة اه اسد الدين فاتأخرت فهم ما بعتوا بيفكروني نذكركم بسداد القسط او بين قسين الدين او بين قسين جملة الجملة المادة كذا 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 وحط الرقم يبقى انت بتفكرني بالشياكة ان المعاد عدة قبلها بقى بتفكرني بالشياكة ان المعاد قرب يعني انت ما بتجيش لشهر اتناشر في تحصيل اتناشر وتقول لي حضرتك ما جبتش الحاجة وممكن ارد عليك وقولك انت ما فكرتنيش ليه هو المفروض انا ان دا دين علي ومفروض افتكر انا علي ايه لكن بفرض ان لو انا نسيت حد هيفكرني وخصوصا هتبقى تحصيل في اي شركة دور مهم جدا جدا ليه؟ لانه هو اللي بيبقى مسئول عن انه هو يجيب لي الحاجة يجمع لي فلوسي في السوق انا معايا رأس مال بس الرأس مال ده هنا است وهنا ديون وهنا 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 معدات وهنا حاجات طب انا ايه كده؟ لا هيبقى عندي التحصيل هيبقى مسئول عن انه هو يبقى يعمل يذكرني من اول من اخر عشرة يقعد يقول لي كذا وكذا وكذا تمام؟ بشارة انه هو في النهاية يبقى ايه؟ ها؟ معايا المعاد والتسديد في المعاد ولو فيه اعتذار هاعتذر قبلها لو فيه اي هيحصل هاجل هقول له طب ممكن اجله لشهر اه مسلا واحد او اتنين او ممكن ادفع الجزء واخلي الجزء بإيصال تاني اه anything هيبقى فيها اه بغير السابق واللاحق بعمله على راحتي اه الصفحة دي خدت مننا حاجات كتير لانها هتيجي منها برضو اه واحدة مش خطاب تجاري اه ريكوستينج ريمايندينج انفيتاشن ويدنج بارتي حفل زفاف طبعا هتختار انت حفل الزفاف ليه او يا صباح هتختاري حفل الزفاف ليه؟ لان احنا بنقول ايهم ليس خطاب تجاري which is not a business letter or correspondence مرسلة تجارية او خطاب تجاري هيبقى مثلا ولا 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 حفل التخرج يعني حفل يعني دعوة لحضور حفل التخرج يبقى احنا كده كل صفحة بنبقى عارفين بتاعتها هتيجي ازاي؟ طيب ننقل نشوف نكمل عادي عندنا اتنين اربعة ستة تمانية ده كمان تمانية يا نهار ابيض بس خلاص كده يلا هناخر كده ثلاث دقائق نبص في الحاجات وندي ليها هاتف هكذا 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 اشتركوا في القناة 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 يلا نبدأ بقى مع بعض نشوف بقى الخطاب من وقالة فين توصية يعني ايه خطاب توصية يعني انا دلوقتي يعني انا هنا طالب في اتخرجت ورايح اشتغل في الشركة الشركة دي بتقول لك قل لي هتلي ما يثبت ان انت كنت حسن السير والسلوك وكنت طالب كويس وكنت وكنت انا بكتب لك قطاب توصية للمكان اللي انت طالبه بس لما المكان يطلب انا مش هكتب كده لك في اي وقت تروح به في اي حتة لأ المكان نفسه بيطلب منك ده تجيب ماء وفيد انك كنت حسن كويس ومتعاون محترم في مادة كترة بتوعب اكتب لك انا اخطأ افق شركتكم انا اخطأ تفهق شركتكم I underestimated your company so I'm going to write a letter of apology طيب congratulations for example you have achieved a great success انت الشركة بتعتك حققت نجاح باهر and this is this hasn't or this hasn't نحط هنا اي ان يعني بترفض اه عرض او طلب. بترفض طلب او عرض. for example, I ask you to complete our contract. بطلب منك ان انت تكمل معنا بتاعك الاخر السنة. انتوا رفضتوا الطلب بتاعي ورفضتوا العرض بتاعي. اه بقدم لكم سياسة جديدة في الشركة او. بقدم لكم شخص جديد في الشركة. يعني انا مسلا اه لما دخلنا نظم المعلومات كان عندي نظم معلومات الادارية في الاول. اه جينا بقى بعد كده عملنا اه عملنا ساعات معتمدة. جينا جبنا مجموعة من الدكاترة. who are actually responsible for informing you and introducing this new policy to the students. الطلبة الجودات. الطلبة اللي دخلين على نظام الجديد. السياسة الجديدة اللي هي ساعات تختار خمس مواد تختار اربعة مواد تختار ستة مواد. اه اللي هي اه اللي هي فانت بتاعك بيتبع معينة بيقدمه لك الناس المسؤولين عندنا هنا. مسلا دكتورة نجلاء دكتور عبد يعني دكتور احمد كده يعني تمام? طيب. اه اه انا بعمل اه برسل اه خطابات لناس كتيرة بعمل اه ايميلات لناس كتيرة اه بعمل ركومنديشن وانفيتاشن لناس كتيرة. I welcome a lot of people. imagine that I am in a for example a festival. في احتفال كبير 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 and I am going to invite lots of people. Lots of nationalities. جنسية كتيرة وناس كتيرة. So we are going to welcome them and invite them for this festival. اه بقول لهم اتفضلوا وتنوروا في هذا الاحتفال. follow up هيبقى متابعة. يعني if you are going to make something you should follow up. what's the meaning of follow up? يتابع. يعني I ask you to write a paragraph. انا بس بطلب منكم a paragraph معين. بمشي فستيكو اعمل follow up. اتابع. اقول لك لا 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 انت تنسيت تسيب هنا خمسة ساعة. لا. سيب الفراغ ده عشان تكتب. لا اكتب من هنا كابتل. لأ النقطة دي انتا قررتها مرتين تناول نقطة جديدة. ازا متابعة. I don't wait till the end and waste everything then I ask you know it's completely wrong. You should do it again. ماجيش على الاخر. لحد ما لقيه كله خطأ. قولك لا 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 اعملوا من الاول. يبقى متابعة. كل حاجة من اول هكده منتبعها. اخر حاجة. يعني بتصيغ او بتشكل القرارات. للوقتي احنا عندنا قرار مسلا بعدم اخذ اجازات آآ قبلة او بعد العطلة الرسمية. محدش يعرف الموضوع ده. جيت انا خدت اجازة. جيت انت روحت اخصمني من المرتب. يبقى انا في الحالة دي مظلومة ولا مش مظلومة. مظلومة. لكن تحقق علي ان انا اعمل ايه? ان انا اعمل لك formalize decision. بصيغ لك القرارات الجديدة. بشرط انها هتبقى in front of you. حبيت تاخد الاجازة وانت هعرف ان هو هيتخصم. it's okay. عرفت ان هو هيتخصم. you are not going to take this uh rest at all. اوكي? يبقى this is how to formalize decision. this is one of the examples but not all the examples. طيب. اه next. فين بقى? جين احنا? هنا? نبدأ بقى. اه هنا هنعمل على formatting دي هتبقى حاجة. اهي. planning. اهي. and writing. اهي. يبقى احنا هنا عندنا عشان نعمل هنصير هنخطط وهنكتب. letters as well as how to spot uh on your errors. these pages are designed. design. هي هينا في الكلمة to help you write business letters. يبقى الصفحة دي كلها بتقولك ان it's very important to uh format يصير planning يخطط writing يكتب. انا بعمل صياغة في ورقة كده. تمام? وبعدين بخطط هعمل ايه في المقدمة وهعمل ايه في الموضوع وهعمل ايه في الخاتمة? خلاص? وبعدين رقم تلاتة الخطوة التالتة اللي هي writing. يبقى التلات خطوات دول لو قلتلك ركتبيهم انت بتكتبي وبعدين بتخططي وبعدين بتصيغي? ولا بتكتبي وبعدين آآ تصيغ وبعدين تخططي? ولا بتصيغي وتخططي وتكتبي في الاخير? يبقى انا لو قلتلكم the good arrangement. اختار الترتيب الصح. هيبقى formatting planning and writing. اوكي? ده التخطيط الصح. at the end. يبقى هنبدأ بالصياغة ثم بالتخطيط ثم بالكتابة. ودي اخر حاجة. يبقى formatting planning and write. ده دي الخطوات. how to write? ها? لما نيجي نكتب الخطوات هنقول في الحسبان formatting اللي هي الصياغة. اسيب خمسة سنتي. اكتب دير. اكتب العنوان على يمين. والعنوان التاني عالشمال. تحت خلص بسيب ايه? بكمل بايه? كل دي حاجات اساسية همه جدا جدا جدا. but they will also help you to learn to read and therefore respond. انا لما اقرأ read, learn. بص يا حبايب انا ممكن اقرأ 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 وتقول ايه? طب ما ترد طب ارد على عين. عشان انا ايه? آآ قريت ما تعلمتش قريت ما فهمتش وبناء عليه ما ردتش. لكن انا لو فهمة وقريت وفهمت امر طبيعي ان انا هرد. ها قل لك مثلا ايه ؟ يعني ايه hey example. MY DEAR friend. آآ today is uh tuesday. I hope that you enjoy your time here. spending it with us. On the sea شور. وقل لك بقى ايوة ايه? يعني وبعدين ايه? ما انا انا قريت اللي انتي واسمعت اللي انتي قلت له بس انا ما فيمتش انت عايزة ايه? وبنان عليه مش هارف ارد. لكما اقول لكم مسلا ساعدنا بصحبتكم النهاردة في اليوم الفلاني عندنا رحلة على هنزل للشعب المرجانية وبعدين هنطلع نشتري آآ وبعدين نركب الياه عشان نتناول طعام الغداء. هل ليكم اي تعليق على اي آآ برنامج على اي من خطوات البرنامج? هارد عليك اقول لك لأ شكرا انت اسلم ايديكم. ليه قلت شكرا انت اسلم ايديكم? لان انا مفسوطة. ان احنا هننزل للشعب المرجانية. هنطلع على السيشور. هنركب السفينة كبيرة. هنطلعون طعام الغداء في الهواء الجميل والشمس الجميلة. اذا انا مش محتاجة حاجة اكتر من كده. كده اليوم تقفلوا كفاية. يعني تعلمت حاجة من اللي انت قريته هتعرف ترد من اللي هو طالبه. لكن انت قريت وما تعلمتش حاجة او سمعت وما تعلمتش حاجة مش هتعرف ترد. تمام? طيب. نيجي بقى هنا بيقول لنا آآ الحاجات اللي انت بتاستقبلها. لو قريتها وما فهمتش حاجة مش هتعرف ترد. لكن لو قريتها وفهمت وتعلمت هتعرف ترد. يعني البديل للحاجات بتاعك. بديل على اشكال الخطابات التجارية. الحاجات دي. دي انا انا بفضل ان احنا ناخدها في المحاضرة لوحدها. بس النهاردة هناخدها جزء كده. وان شاء الله المحاضرة الجاية. هنفتح الكتاب. هتبقوا معي. الجزء ده هقول لكم عليه. هنفتح الكتاب معي على اساس ان احنا نفهم آآ الدنيا مشى ازاي. اهي الكتاب صفحة مية اربعة وستين. شفتوا احنا فلصنا قد ايه? من مية واحد وستين لمية اربعة وستين. خدنا تلات صفحات من العيار. بيقول لنا هنا اشكال احنا طبعا آآ كل الخطاب لازم يبقى فيه آآ طريقة للكتابة. هنبص على الحاجات الصفحة دي دي اتن تلاتة وهنبتدي نتكلم على طول. اللي هو اللي هو صفحة مية اربعة وستين. اشتركوا في القناة شكرا خلاص عربنا. يلا نبدأ بقى. اشكال الخطابات التجارية. لازم الخطاب يتميز ببعض المواصفات. عشان يبقى خطاب ناجح. وخطاب that meets meets our requirements. our interpretation. يعني انا عندي بعض الاستثارات. بعض الاسئلة. بعض الاستجوابات بيرد علي الخطاب. فلازم عشان يبقى خطاب الاسئلة. او الاسئلة. او بيزنس لتر لازم يبقى لي بعض المواصفات والاشكال. بيقول لي ايه؟ there are certain standards. في معايير محددة. معايير محددة. معايير. يعني محددة. لايه بقى? معايير محددة لايه? عشان صياغة شكل الخطاب. هون لما يصاغ بالصح تمام? ابتدي انا اقرأ الصح. يعني هو بيصاغ جيدا. بيتخطط جيدا. ثم بيكتب جيدا. يعني انا في الصياغة لما اقول لك هيبقى في مقدمة. قدي دي في الصياغة. ماشي? اجي بقى في التخطيط اروح كتبة وانا بخطط في المقدمة اكتب الثلاث سطور دول اللي هو عايزه. ماشي? وبعدين الخطوة التالتة هتبقى اروح كتبة في الثلاث سطور دول ملخص اللي انا عايز اعملوه. نيجي بقى على اه through. اه though some variations بعد المتغيرات are accepted. for example between European and North American business letters. في بعض المتغيرات المطلوبة او المقبولة بين الخطابات بتاع دول اوروبا ودول امريكا. خلاص? here are some guidelines. هني جي بقى نبص على ال guidelines. عمدنا هنا 1 2 3 4 5 6 7. وعندنا هنا 8 9 10 11 13 14 15. خمستاشر نقطة سؤال. بخمستاشر سؤال. بقول لكم الدرس بتاع today's lecture is full of questions. وانا ان شاء الله هنجمع الاسئلة دي كلها ونجبها لكم بصيغة بشرط ان انتو تبقوا عارفين which is true or false which is choices which is translate. عشان احنا هيبقى عندنا سؤال مقالي في النهاية. طيب. اه يوز اي فور. هنستخدم الورقة اي فور. مقسها اي فور. خلاص? اللي هي اه واحد وتمانين على اتنين في احداشر انش. يبقى هناخد الاي فور الورقة رقمها اي فور. طيب. دي اول حاجة. اي فور اي فايف اي سيكس. هتقول لي ايه? اي فور. اوكي. نيجي بقى على. بمعنى بيقول لك استخدم او خلي او سيب او اترك اه اتنين سنتي ونص اه كهوامش من كل الاتجاهات يبقى الورقة. يبقى الورقة اي فور? اي سايز. خلاص? اللي هي الهوامش. فور وان ديركشن? نو. تو ديركشنز? نو. طب ثري ديركشنز? نو. طب فور ديركشنز او الول ديركشنز? نو. طب فور ديركشنز او الول ديركشنز? نو. يبقى بنصيب الهوامش في كل الاتجاهات يمين وشمل واعلى الصفحة. الهيدر والفوتر. اوكي? طيب. يوز السيمبل فونت. such as times roman. خلاص? اللي هو الفونت اتناشر. من عشر الاتناشر. يبقى السيمبل فونت. هيكون ايه? ايه? فروم ايت تو تن? ولا فروم تن تو تولف? ولا من تولف لفورتين? هتختار الخط مقاسه من تمانية العشرة؟ ولا من عشرة التناشر? ولا ماتناشر للاربعتاشر? طبعا هيبقى من عشرة للتناشر? طب والس زيز؟ هيبقى ايه فور ولا فايف ولا تري هيبقى فور. طيب هتبقى واحد ونص سنتيمتر ولا تريهان and have سنتيمتر. هيبقى الهوامش واحد اه اتنين نص. طيب. for one direction? three directions? ولا all directions? في كل الاتجاهات? هيبقى all directions. احنا عملنا اربع اسئلة. اه نيجي على use a comma after the salutation. يعني dear محمد. هنعمل كما. اه dear mister محمد وهنعمل كما. after salutation يعني بعد التحية. بعد التحية. كما. ونكتب مستر محمد. اللي هي التحية. بعد صباح الخير كما. مساء الخير كما. عمتم عمتم دمتم اه لا عمت مساء كما. عمت صباحا كما. كده يعني. خلاص? يبقى اللي هي التحية بعدها كما. يبقى احنا عندنا كم حاجة. we put coma ولا full stop ولا question mark after salutation. بعد التحية. بنحط كما ولا full stop ولا question mark. هناخد كما. طب اي سؤال يتقل هتجاوبوه. تمام? طيب. نيجي على. اه lay out the letter so that it fits the paper appropriately. lay out the letter. الخطاب بيتناسب مع الورقة. والجواب الانفلوب بيتناسب مع ورقة الخطاب. ما جبشي خطاب صغير اوي يعني ورقة ظرفي جواب صغير. حطشي ورقة اي اي اتكده? لا. هي الورقة اه اه اي فور والظرف اي فور يخش في قلب الورقة وهي مرتاحة. طيب. اه اه single space within paragraphs. طب انا دلوقتي عاملة paragraph one with two with three with four. كله كده لازق في بعضه لازق انت اتوهتي للقارئ. he is not going to accept this at all. مش هيقبل ده ابدا ابدا. طب ايه الحل? ها? الحل الاتي. اننا هنحط اه مسافة بين كل فقرة وفقرة. الفقرة الاولية مثلا اربع سطور. الفقرة التانية هي تلاتة او العكس. هنسيب single line. خلاص? هنسيب مسافة بين الفقرة آآ لأ هنا في خطأ. within lines. هنشيل دي كلها. يبقى السطور هنلزقها بعض ولا هنسيب مسافة بين السطر والسطر. ها? تفتكروا انتو باللوجيك كده. نعمل طب ليه هنها? لحظة كده حط هنا مسافة عشان تبقى كده نحط هنا فول ستوب عشان نبقى احنا خلصنا الكلمة. خلاص? يبقى هنا هنسيب مسافة بين آآ الاسطر. يعني ما تجيبش السطر يا لازق في السطر لازق في السطر. لا. انا هسيب مسافة بين الاسطر. طب بين الفقرات. بين الفقرات. اهو. آآ دابل سبيس. دابل يعني ايه يا ولاد? فراغ مضعف. ماشي? فراغ مضعف. دابل سبيس بتوين باراغرافز. ادي هيل باراغرافز. اهو سبنا بين الفقرات دابل. يبقى الفقرات هنسيب فراغين مضعفين. طب بين يبقى هنا بقى نكتب ده معلش عشان نبقى فاهمين كده. سنجل سنجل ايه يا حبيبي? يبقى في السطور بنسيب فراغ واحد. ماليش نعمل هنا. عشان دي الحاجات الاساسية. وليسا عايزين نعمل كده على الباقي. طيب. آآ ممكن هنا هو معلش معلش لحظة. حساس قوي الماوس. ايه فور? اهو السايد. خلاص? السايد ايه فور? طيب. آآ اتنين ونص. اتنين ونص سنتيمترز. على انه مارجينز. اهو. دي مهمة. وبعدين هنا. اهو دي مهمة. ده هيجا عليه السؤالين كده. جزء ده. من عشرة اتناشر الفونت بتاعنا. اهو يبقى الفونت بتاعنا من عشرة الاتناشر. كما افتر ساليوتاشن ادي كما اهي اهي كما افتر ساليوتاشن ساليوتاشن هي التحية. اهو ادي يبقى احنا هنا نعمل ايه? يلا. بشرط ان احنا لما نيجي ننقل الصفحة اللي وراها كده. شفتوا الحاجة اللي عندنا? نيجي هنا. فين في الفارغراف. دابل سبيس between last sentence and closing sincerely. best wishes. قبل اخر جملة اللي هي المخلص. هنعمل دابل سبيس. امتى بنسيب دابل سبيس? بين الفقرات. وبعضها وبين اخر فقرة والخاتمة. طيب نيجي بقى على اللي هي الامضة. من تلاتة الخمس فراغات. مسافات. يعني اسطر. سطر اتنين تلاتة. ممكن يبقى اربعة. ممكن يبقى خمسة. بس ما يزيدوش عن خمسة. وما يقلوش عن ثلاثة. يبقى not less than three lines after signature. not more than five lines before signature. قبل ما نختم ونكتب الامضاء. مش خمس سطور. مش اكتر من خمس سطور. ومش اقل من ثلاث سطور. اوكي? طيب. نيجي هنا بقى. اه سي سي يعني كوبيز. اهي. مينينج. اه كوبيز يعني نسخ. يعني لما بقول لك ايه طلعي لي من الخطاب ده. تلات نسخ لشؤون العاملين. وشؤون التوظيف والاتش ار المانجر. كده. يعني كوبيز كوبيز كوبي 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 كوبي. طيب اي ان سي دي بمعنى ايه? لازم تعرفوا ان هي بمعنى يعني مرفق طيو. طب انا بعتالك اه صورة اه خطاب ومرفق طيو او رسالة تجارية ومرفق طيها اني انا بعتالك المنتج بتاعي شكله ايه? جديد. خلاص? طيب. اه فولد اين دلوقتي الخطاب. الورقة اللي احنا كتبناها اللي هي لما اجي اطبقها عشان ادخلها في بعمل كام آآ بعمل كام آآ تطبيقة. بعملها تلات تطبيقات. برافو. طيب. آآ يوز وكده. خلاص. دي اخر حاجة. دي مش مهمة اللي هنا. نعمل هنا سيف. يبقى احنا كده. ما شاء الله. خلصنا الصفحتين دول الصفحتين دول انا عايز اقول لك ايه ده? ليه كده? في ايه? طيب الصفحتين الاخرينتين دول يعني انا عايزكوا تحفظوهم صمد. تحفظوهم صمد. ادي واحد. اتنين تلاتة. يعني لو قعدنا دي اتين كده احنا هنا استفدنا بايه? ادي سؤال اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة اسئلة في الصفحة دي. تستحق ولا لأ? طبعا تستحق. بقولك ستة اسئلة. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بالمعج蓋 هي بقه هنا عندنا الصفحة دي اخدنا فيها اهو. بك تاختصار اه dis اتنين ونص اول ما تشوف الاثنين ونصف 200.5 متعرف ان دي مارزن لما قولك الاتجاهات يبقى هينة في ال الالفية مشكلة انا هخليه لكم هنا منون احمر عشان يشوفوه يبقى هنا اثنين ونص ده المارجن اللي هي الهوامس يمين ويثار وقمة الصفحة وقوة او قدم الصفحة يسموها فتر لان هي اخر حاجة الصفحة اي 판ماحة بواعده اي مرورo اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني لما بسيط في السطور بسيط مساسة في البراجرافات بسيط مساسين اهو اشتركوا في البراجرافات اه من اخر حاجة اخر فقرة الخاتمة من ثلاثة لخمسة خطيق اه بنعمل الخطاب بنطبقه الورع بتاعه بنطبقها على تلتة عشان نحطها في الامبلوك اخر مرة اي فور style two and half margin بقام direction بالقول direction الفونت من 10-12 الكومة after salutation بعد التحية بنعمل كومة بنصيب خارغ بن اللان شتور خارغ بسيط دبل ترجمة نانسي قنقر دستا نال أبلي نقوم به ترجمة نانسي قنقر هنطوي الخطاب وصفقيا على ثلاثة عشان to put it in the envelope envelope اللي هو الظرف اهو بطبق الخطاب بطوي على ثلاثة عشان اعرف احطه في الحجم بتاع ال envelope برجع احفظ السيد هنا وبرجع الصفحة اللي قبليها انا عملت حاجات بعض التعديلات اعملها هنا هين وبشكركم على المحاضرة الجميلة يعني ولو اي حد عنده اي استفسار طبعا انت يا صباح هتعتبر على ان هما يدخلوا تحطيهم بالجروب بتاع الانجلش المرسلات مش معنى ما تقول ان انت هيقع عليك عقاب او كده لا اطلاقا لكن انا ان شاء الله حبه حبه جدا يعني ان احنا نبقى متواصلين ومتربطين ومش معنى ان احنا حصل لنا ظروف فاتت تأثر علينا وتخلينا اه يعني نحس ان احنا اقل من غيرنا of course not you are not like that you are super كفايا ان احنا اكتزنا الظروف واكتزنا المفاعب اللي عندنا وبقينا واقفين على رجلينا اشداء اقوياء تمام until we meet again i wish you all best of luck and good bye ا اللحظر اللحظر 甩 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة